الطبيعي والمنطقة ان احنا بكرة نكسب ان شاء الله فرق الخبرات وفرق التاريخ وفرق القدرات كل شيء ازاي نوصل بكرة المرمى موزنبيك بسهولة لو هنشتغل بنفس الشكل بيلعب بفيتوريا فده من السهل اللي احنا نعمله قدام فريق او منتخب زي موزنبيك لان فيتوريا ما بيغيرش النهج بتاعه وده يمكن احنا اتكلمنا فيه قبل كده مهما كان المنتخب اللي هو بيلعب له منتخب كبير وتصنيفه اعلى زي منتخب الجزائر لعب نفس الشكل بيلعب بمنتخب مصر طريقة 4-3-3 بيطبقها نموذج نفس الكدرات اللي بنشوفها في الفرقة الاوروبية زي ريا المدريد وزي ليفربول بنشوف الراجل بيعتمد دايما على اطراف الملعب سواء محمد صلاح سواء تريزيجي او امر مرموش انه دايما هاتليون بيخشوا في عمق الملعب مع مصطفى محمد وبيدي الاريحية للاثنين اللي عيبة رقم 8 سواء حمد فتح نحت الشمال او احمد سيد زيز واللي باعتماد فيتوريا الكبير انه يفرغ له المساحات اللي موجودة في ظهر صلاح لانه صلاح دايما بيعمل رابكة للجهاز الفن وبيعمل رابكة للجناح الباك الشمالي الموجود في المنتخب اللي احنا بنلعبه وكمان المساك التاني اللي بيبقى موجود وكمان اللعب رقم 6 فصلاح بيعمل دوشة للمنتخب اللي احنا بنلعبه بما بيخش في عمليات عمق الملعب سواء تحت مصطفى محمد او انه بينزل لعيب رقم 10 بس هو منتخب موزمبيك كمان رغم انه هو منتخب يعتبر بينك وسين منتخب دفاعي بس هو برضو دفاعه سيئة جد عندهم سزاجة كبيرة وزارة قدام منتخب الجزائر منتخب الجزائر مجرد ما كان بيعمل عملية الضغط بشكل كبير في النواحي الهجومية كان بيستخلص الكورة وبيسجل الهدفين اللي يسجلهم منتخب الجزائر قدام منتخب موزمبيك على أرض موزمبيك كانوا كده بسبب عملية الضغط العلي اللي كان بيقوم بها منتخب الجزائري على حمل الكورة بلعب والتاني بس عملية الضغط كان بيتم بشكل منظم يعني دي ممكن عملية الضغط اللي كان بيقوم بها منتخب الجزائري على ادفاع منتخب موزمبيك فاصلت الملعب كان ضغط منظم الكورة دي تحولت لكورة هدف نفس الكلام في الجوني التاني منتخب الجزائري بعملية الضغط العلي اللي كان بيوم عليها لعبة المنتخب الموزنبيكي وكان برضو هي نفس الريتم اللي بيلعب بيه هو نفس الشكل يلعب بمنتخب مصر تعملوا السؤال يا شباب بالضبط نازل ضغط عالي من أول المباراة تستغل كل الأخطاء اللي بتوتاح لك طوال المباراة انت ليد في الجيم ده أمر طبيعي بالنسبة لقدرات المنتخب لكن حزالي من منتخب موزنبيك اللي بيجيد التحولات الهجومية منتخب موزنبيك بيجيد التحولات الهجومية خاصة عن طريق ستانلي اللعيب الجناح الشمال بتاعهم من ناحة الشمال اللي بيستغل دايما المساحات في ظهر الباك اليمين ويبدأ ان يتحرك ويخشوا في عمك الملعب وشكلوا خطورة كبيرة جدا على المنتخب الجزائري في تصوية كأس العالم لكن منتخب مصر قادر بإذن الله وفيتوريا بالشكل اللي بيلعب بمنتخب مصر والفلسفة اللي هو بيعتمد عليها طوال الـ 14 أو 15 مباراة اللي خدهم مع منتخب مصر اللي احنا نسجل من بدري ونريح الدنيا من بدري 2-0-3-0 وندي رسالة لكل المنتخبات اللي احنا اللعبها ان منتخب مصر ليه شكل هجومي واضح نقدر ان احنا نستغله طوال المباراة ماتش بماتش زي ما الراجل قال شاب شرفت